على قطع مصادر التمويل عن المقاتلين الإسلاميين المتطرفين في العراق والسوريا اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي وأمام هول ارتكابات التنظيمين أتى القرار الدولي تحت الفصل السابع الذي طالب تنظيمي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة بأن يضع حداً لكل أعمال العنف والإرهاب وأن يلقيا سلاحهما ويحلا نفسيهما فوراً القرار الذي تقدمت به بريطانيا يطلب من كل الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني لتقييد تدفق مقاتلين إرهابيين أجانب حتى أن أي تعامل انتجاري مباشر أو غير مباشر مع هذين التنظيمين مدان من مجلس الأمن ويمكن اعتباره دعماً مالياً للإرهاب ويخضع بالتالي لعقوبات دولية قياديون إسلاميون ستة أدرجت أسماؤهم على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة بنتيجة هذا القرار وهم عبد الرحمن محمد ظافر الدبيس الجهني وهو سعودي يشرف على شبكات المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة حجاج بن فهد العجمي وحميد حمد العلي هما كويتيان يشتبه في أنهما يقدمان دعماً مالياً لجبهة النصرة سعيد عارف ضابط سابق في الجيش الجزائري فر من الإقامة الجبرية في فرنسا في العام 2013 وانضم إلى جبهة النصرة في سوريا السعودي عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ الذي يتزاعم جبهة النصرة في اللاذقية في سوريا وأبو محمد العدناني المتحدث باسم الدولة الإسلامية وإذا كان هذا القرار يعتبر أشد إجراء للأمم المتحدة إذا أتقدم الإسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا بعد الإدانات إلا أن بريطانيا التي تقدمت بالمشروع مقتنعة أن هذا القرار لا يغير فوراً الوضع على الأرض لكنه سيشكل إطاراً دولياً لجهود مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية بحسب السفير البريطاني ولدى اعتبار السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن سوريا تعتبر شريكاً أساسياً في الحرب ضد الإرهاب رد السفير البريطاني على الجعفري بالقول إن الرئيس السوري بشار الأسد يتحمل بجانب كبير مسؤولية الإرهاب وبالطبع لا يمثل الحل اشتركوا في القناة